نروح لنادي الزمالك اللي بعد مباراة مبارح عمل تدريب النهاردة وشارك في التدريبات شيكابالا وحازم إمام وآيمن حفني التلاتة كانوا غايبين عن مباراة فارقه والتلاتة ممكن يكونوا متواجدين في المباراة القادمة واللي هتقام يوم السبت إن شاء الله الساعة خمسة في استاد القاهرة الدولي ومذال طارق حامد وعمر السعيد طبعا بيتمرنوا ومحمود عبد العزيز اللي أصيب في المباراة الأولى أمام إمبي التلاتة بيتمرنوا تدريبات تأهيلية علاجية من أجل العودة مرة أخرى للتدريبات الجماعية بيتمرنوا تدريبات علاجية وتأهيلية في صالة الجيمنيزيوم ويعاني طارق حامد من إصابة بكدمة في الرجبة بينما تعرض محمود عبد العزيز الإصابة بشد في العضلة الضمة وعمر السعيد عنده شد في العضلة الأمامية وهم غايبين بقى لهم فترة الجهاز الفني لفريل أول خصص برضو تدريبات خاصة لمحمد عبد الغني وليوسف أوباما ومحمد عبد الشافي داخل صالة الجيمنيزيوم وفضل الجهاز اكتفاء ثلاثي بأداء التدريبات داخل الجيمنيزيوم وعدم خود فقرة التدريبات التأهيلية بالملعب خوفا متعرضهم للإجهاد أما محمد عواد بيشارك في التدريبات الجماعية بشكل كامل طبعا محمد عواد بيقدم مستوى أكثر من رائع في حراسة المرمة نادي الزمالك يعني أتمنى أن المباراة القادمة ياخدها بمحمل الجد نوعا ما ونادي الزمالك يعني كمان مصطفى فتحي الواضح أن الصفقة بازت وكلام كتير بيطلع على يوسف أوباما الكلام ده مش حقيقي وأعتقد أن نادي الزمالك ومجلس إدارته هيقعد مع العيبة الأيام اللي جاية فيعني ما تسمعوش كتير قوي للي بيتقال في الإعلام كتير قوي دلوقتي عشرة بن شارع افسخ عقده سيف الجزيري عايز سلوسه عشرة طريق حامد عايز مبلغ معرفش إيه الكلام هيقتر الأيام دي وده طبيعي ومنطقي لأن العيبة عقودها انتهت أو عقودها من حقهم إن هما يمضوا في أي وقت دلوقتي يعني عقودهم هتنتهي بنهاية الموسم في الكلام هيقتر وممكن هيكون معظمه كلام لا إلا من إعلام عايز يوقع نادي الزمالك لا إلا من وكلاء مصلحتهم إن هما يتكلموا عشان مصلحة لعبتهم يعني مصلحة لعبتهم إن هما عايزين حقوقهم فأكيد اللعيبة حتى اللي في نادي الزمالك عايز حقوقها يعني لو فيه فلوس متأخرة فهم عايزينها فالوكيل هو اللي بيتكلم بناء يعني على المتأخرات لكل لاعب والوكالاء برضو اللي بيتكلموا عشان الدنيا تسخن شوية واللعيبة تبتدي تجدد ويكون فيه مقدمات تعاقد وفلوس لأن فيه لعيبة بقالها فترة كبيرة ما خدتش فلوسها وهكذا هي كرة القدم أصبحت احتراف وأصبحت أموال أكثر من العاطفة أكيد يعني أكثر من العاطفة وحتى لو فيه بعض العيبة عندها جزء من العاطفة لكن برضو المصلحة المالية من وجهة ناظري في الأيام اللي احنا فيها دي بتكون أهم بكتير من العاطفة والعاطفة بتكون مسيطرة أكتر على الجمهور اللي بيحب نادي الزمالك أو بيحب أي نادي شعب يعني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر